اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كروشي هنعمل مع بعض النهاردة وردة بسيطة بالكروشي طريقتها سهلة وبسيطة وسهلة للمبتدئين هنشتغل عقدة البداية بعد كده هنشتغل تسعة سلفلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واروح عند اول غرزة سلسلة وهنشتغل فيها غرزة منظلقة تكون معي الحلقة السحرية بعد كده هشتغل سلسلة واحدة وهشتغل جوه الدائرة الحلقة اللي انا كونتها دي هشتغل فيها 18 غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بسières تزا كسا عشرة خمسة اثنى اثنى وتلاثة اثنى اربعة اشر خمسة عشر ست عشر سبعة عشر تمنتاشر هروح عند اول غرزة حشو واشتغل فيها غرزة منزلقة تكون معينة حالة اوه وطعم طعب غرز الحشو بالشكل ده كده هارتفق اربع سلسلة هلف الخيط ع الابرة ثلاث مرات واشتغل في نفس الفراغ اللي ارتفعت منه الاربع سلسلة هدخل فيه وهشتغل فيه غرزة عمود بتالات مثل بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبعد كده بلف وبطلع من اخر حلقتين وبعد كده هشتغل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهذه سلسلة اتنين تلاتة بعد ما اشتغلت عشرة سلسلة احنا قلنا بنعد سلسلة اتنين هلف الخيط على الابرة تلات مرات وهعد سلسلة اتنين هدخل في الغرزة التالتة غرزة الحشو التالتة وهشتغل فيها غرزة عمود بتلاتة لفة بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من كمان حلقتين وهسيب حلقتين على الابرة وهلف الخيط على الابرة تلات مرات وهدخل في نفس الغرزة واشتغل برضو غرزة عمود بتلاتة لفة بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من كمان حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبتبقى معي تلات حلقات على الابرة هلف الخيط وبطلع من تلات حلقات مع بعض بعد كده هشتغل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هلف الخيط على الابرة تلات مرات واعد غرزة اتنين وادخل في الغرزة التالتة هشتغل فيها غرزة عمود بتلاتة لفة بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة تاني بلف الخيط على الابرة تلات مرات وبدخل في نفس الغرزة وباشتغل فيها غرزة عمود بتلاتة لفة بلفه وبطلع من حلقتين وبلفه وبطلع من كمان حلقتين وبلفه وبطلع من حلقتين بيتبقى معي تلات حلقات بلفه وبطلع من تلات حلقات مع بعض وبعد كده باشتغل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وباليف الخيط على الابرة تلات مرات وارهن للغرز اللي تحت وبعد غرزة اتنين وبادخل في الغرزة التالتة باشتغل فيها غرزة عمود بتلاتة لفة بطلع من حلقتين وبطلع من كمان حلقتين وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة وباليف الخيط على الابرة تاني تلات مرة وبادخل في نفس الغرزة وباشتغل فيها غرزة عمود بتلاتة لفة باليف وبطلع من حلقتين وباليف وبطلع من كمان حلقتين وباليف وبطلع من حلقتين بتبقى معي تلات حلقات على الابرة وباليف وبطلع من تلات حلقات مع بعض وبفضل بيكملها بنفس الطريقة ان انا بشتغل عشرة سلسلة اتنين وادخل في الغرزة الثالثة اشتغل فيها اتنين غرزة عمود بتلاتة لفة مش كاملة انا عنزي هنا كواند تلات فراغات هيكون معي ست فراغات هكم هعمل كمان تلاتة وهرجع لكم تاني اشتغلت بنفس الطريقة الهادي ما وصلت لنهاية الدور وارتفعت عشرة سلسلة هروح هنا عند الفتلتين هما دولي واخد الخيط من ورا واشتغل غرزة منزلكة يبقى كده تكون معي ست فراغات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هشتغل سلسلة وارروح عند فراغ العشرة سلسلة الاولاني ده هشتغل فيه خمستاشر حشو واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتنين اتنين تلاتة اربعة اشتغل اشتغل فيه اول فراغ عشرة سلسلة اشتغل فيه خمستاشر حشو بعد ما اشتغلت خمستاشر حشو الوقتي انا هشتغل تحت العمود ده اللي هو العمود التاني هدخل تحتين وهشتغل فيه تسعة غرس حشو واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بالشكل ده كده بالوقتي هروح اشتغل عند غرزة العمود بتلاتة لفها الاولاني في نفس المكان فهلف الشغل هلف الدايرة هقلبها بالشكل ده كده وهدخل الابرة وهروح عند العمود التاني هدخل تحتيه وهشتغل برضو تسعة غرس حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة دلوقتي هروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها وهشتغل فيها غرزة منزلقه تكون معي بالشكل ده كده دي كده اول بتلة معنا هروح لفراغ العشرة سلسلة اللي بعديها وهشتغل فيه خمستوشر حشو واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اتنين اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كده تسعة هشيل الخطم الابرة وهالف الادوار ده عشان نروح عند الفراغ اللي هو الغرزة العمود الاولاني ده اتنين وهشتغل برضو تحت فيه هدخل من تحتي وهشتغل فيه برضو تسعة غرص حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كده تسعة وهروح عند اول غرزة حشو وهشتغل فيها غرزة منزلقة كده دي تاني بطلة معينة الوردة شكلها جميل قوي اصلا وشكلها جديد فعلا ومختلف ممكن نستخدمها في تازين الهدوم هتبقى وردة خفيفة وشكلها جميل لما نخيطها او نلزقها على الهدوم هنكمل بنفس الطريقة هروح لفراغ العشرة السلسلة وهشتغل فيه 15 حشو واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتة تلاتة اربعة اتناشر خمسة اتناشر 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 اتتناشر اتناشر الازم اتناشر طريقة لما وصلت لنهيته الدور وبقت معيه بشكل ده كده واردة شكلها جميل ممكن نستخدمها للتطريز ان احنا نخيطها على اي حاجة احنا عاوزينها من هنا من فوق بتدي شكل جميل قوي ممكن نستخدمها في الزينة تكون معيه بشكل ده كده واردة سهلة وبسيطة وابتاخدش وقت اعجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة